بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعملا صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما يغزغنك من الشيطان نزه فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أن كثر الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آلنا يوم القيامة يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكذاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أهعجميا لقالوا لولا فسنت آياته ولو جعلناه قرآنا أهعجميا لقالوا لولا فسنت آياته أهعجميا وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آدينا مونسى الكتاب فافضل ففيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أتمامها وما تحمل من أنسى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيث لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيغوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسده ليقولن هذا لي وما أذن الساعة قائمة ولئن رجعد إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب ظليل وإذا أنعمنا على الإنسان أحرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريم قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شطاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق الله العظيم